حركة المسافرين في المحطة المركزية في قلب بروكسل ليست كالمعتاد الطوابير التي اعتدنا على رؤيتها خلت إلا من بعض الناس فالنقابات المركزية للأشغال العامة أعلنت عن إضراب عام نتيجة تعثر المفاوضات مع الحكومة حول زيادة الأجور المفاوضات التي خاضتها النقابات مع الحكومة وصلت إلى باب مغلق حيث تريد الأخيرة الإبقاء على زيادة سنوية بنسبة 0.4% بينما تطالب النقابات بنسبة أعلى فهذه الزيادة التي أقرت في العام 1996 تكاد لا تذكر بسبب غلاء المعيشة اليوم يثورنا العمال لأن هذه الزيادة لا تناسبهم لا شهرياً لا في حياتهم العادلة وأرباب المعامل والحكومة هي التي تعمل جميع الفائدات في جيوبها المواصلات في بروكسل عانت من حالة شبه شلل إلا من عدد بسيط من رحلات متر الأنفاق أو الحافلات فليست كل النقابات على توافق بخصوص الإضراب فحافلة من كل خمس حافلات تحركت كذلك سبعة خطوط من خطوط الترام أكملت تخديمها أهالي بروكسل مع رحلات بمواقع متباعدة لم تتوافق كل النقابات هذا صحيح هذه النقابات ليست ذات أهمية كبيرة فالنقابة المركزية للأشغال العمومية هي الأكبر والأكثر تنظيماً وهناك تجاوب من العاملين النقابيون بانتظار تغيير في الموقف الحكومي بعد إضرابهم لكن وإن لم يكن فإن الإضراب على المدى الطويل هو الحل فعندها فقط ستشعر الحكومة بصعوبة هذا الإجراء وتردخ لمطالب النقابيين سلام كيالي الغد بروكسل